يتي كل ذلك أيضاً همام الجزء المتعلق بفنلندا وسويد رداً على البيان الذي خرج من وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة عبرت فيه موسكو عن قلق إزاء جهود الولايات المتحدة وبعض الحلفاء ذلك نص البيان لجري فنلندا والسويد إلى الناتو وحذر أن موسكو قد تضطر لاتخاذ إجراءات جوابية حال انضمام البلدين إلى الحلف بعد ذلك وزير خارجية الفنلنزي رد لقد سمعنا هذا من قبل اليوم نرى هذا التعليق من الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو أن الدول الغربية قيادة التحالف حلف الشمال الأطلسي يبدو أنه لديه الرغبة في انضمام هتين الدولتين إلى حلف الشمال الأطلسي بعدما شاهد التحالف ما يحدث في أوكرانيا وهذا التدخل العسكري أو العملية العسكرية بشكل واضح الروسية في أوكرانيا إذن في ميدانيا وفي الأحداث الميدانية يبدو أن الأمور مستمرة ميدانيا هناك تخوفات من حدوث اشتباكات أيضا اليوم مستمرة اليوم الثاني على التوالي تحديدا في محيط وداخل العاصمة الأوكرانية كييف منذ قليل سافرات الإنذار تدوي مجددا في العاصمة الأوكرانية وتساقى مع ذلك أيضا همام الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي تحدث عن استعداد الشعب للدفاع عن أوكرانيا أحبط السيناريو الروسي وأيضا قال أننا سنواصل المحاربة حتى تحرير أوكرانيا هذه تصريحات التي من شأنها تعبر عن الصمود ويمكن بيرسل ربما الرئيس بلوديمير زيلنسكي رسائل إلى شعب لم تكن الأولى تحدث أيضا بلوديمير زيلنسكي ودائما ما يتحدث عن فكرة عدم ترك السلاح الصمود من أجل حماية أوكرانيا صحيح قال أيضا أننا سنقاتل إلى أطول وقت ممكن لاستعادة أوكرانيا وقال أن الشعب مستعد للدفاع عن أوكرانيا لمنع وقوعه تحت ما أسماه بالاحتلال الروسي ويبدو أن دول أوروبا وافقت على خروج أو روسيا عن نظام سوفت المصرفي لأن الرئيس الأوكراني عبر عن سعادته لكل من اقترح ربما سيناريو عزل روسيا عن نظام سوفت المصرفي أيضا في هذه الكلمة أشادة بالدول التي وفقت على عزل روسيا من نظام سوفت ودعا جميع الدول إلى اتفاق الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية على عزل روسيا من هذا النظام العالمي بما يمكن أن يشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي ولقطاع المال الروسي في تعاملاته الخارجية ذكرنا منذ بداية هذه التقطيع ندى أن إذا ما أقرت الدول الغربية هذا السيناريو عزل روسيا عن نظام سوفت من شأن ذلك أن يضر روسيا بشكل أساسي لكن أيضا من منظور الآخر يضر الدول الأوروبية حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول الأوروبية 80 مليار يورو وبالتأكيد الدول الأوروبية سوف تتأثر إلى حد ما يتأثر اقتصادها إلى حد ما بعزل روسيا كما ستتأثر روسيا بطبيعة الأحوال وإن كانت روسيا ربما تجاوزت ذلك سابقا صحيح ليس الخروج من نظام سوفت لكن بالعقوبات الاقتصادية بشكل عام صحيح